يعني ده سؤال كتير بيكرر يعني اللي بيقلل الناس أكتر من حاجة هو الأسوس بيرميا أو الترجمة الحرفية لها أن أعدام النطاف أو أعدام الحالة منوية أوكي طبعا مبدئيا عشان أشخص أسوس بيرميا أنا محتاج نعمل تحليلين بين كل تحليل وتحليل إسبوعين يعني لو جاء الزوج بيشتكي من تأخر إنجاب وعمل تحليل سأمان في مركز عادي واكتشفنا أن ما فيش في حالات منوية أو ما يسمى من أعدام النطاف بنطلب من الزوج أنه يعيد التحليل بعدها بإسبوعين في مركز يكون مجهز لتجميد الحالة منوية إذا وجدت لأن في بعض الأحيان الحالة منوية ممكن تظهر بسعدات أقلية جدا فالأفضل أنه يتم تجميدها على طول لأن دي ممكن تكون فرصة روحيدة للزوج أو المريض لإجراء الحقن المجهري وبعد كده الحمل طبعا إذا تم تشخيص المريض بإعدام النطاف أو الأسوس بيرميا بنلجأ للفحص والبعض التحليل والأشعة علشان نقدر نفرق هل الزوج بيعاني من الأسوس بيرميا نتيجة الكسل أو الفشل وظيفة في الخصية ولا إنه ممكن ده يكون انسداد أو إنه يكون في سبب يمكن علاجه وبالتالي ممكن يحصل حملة طبيعيا في أسباب عندنا ممكن تسبب أسوس بيرميا زي إنه يكون في مشكلة في الغدى النخمية الغدى النخمية ده الغدى اللي بتطلع الهرمونات المحفزة للخصية بعض الناس عندهم مشكلة في الغدى وبالتالي لا يحصلش تنشية للخصية ده رقم 1 بعض الناس عندهم ارتفاع في هرمون اللبن زي السيدات برضه فيه الرجالة ممكن لو حصل ارتفاع في هرمون اللبن يؤدي الى تأخر انجاب الحاجة للرقم 3 بجديدة دي يا دكتور ممعروف انها عند السيدات بس في بعض المرضى ارتفاع هرمون اللبن بشكل يعني مبالغ ممكن يؤدي الى أنعدم النطاف الحاجة التالتة ودولة الدرجة التالتة احيانا بتؤدي الى أنعدم النطاف او الاسو سبرما أسباب أخرى زي التهبات المزمنة أو وجود انسيدات إذا كان فيه أسباب ممكن يلاجها دي هنلجأ لها وده المريض بعدها أو الزوج لفرصة لحضوص حمل طبيعي إذا ما كانش فيه أسباب واضحة وده النسبة الأعلى ده اللي بيقال عليه الفشل وظيفة في الخصية بعض المرضى ممكن يستفيدوا من تنشيط ألاجات منشطة للخصية أو تحفيزية لإنتاج حانات منوية في فترة من ثلاث شهور وست شهور وبنعيد إجراء التحيير مرة أخرى بعد انتهى فترة العلاج سواء بعد انتهى فترة العلاج أو لو لقينا أن المريض مش هيستفيد من العلاج المنشط وما ظهرش حانات منوية بعد فترة العلاج أو من البداية خالص فالحل لهذا المريض هو إجراء ما يسمى بالتفتيش من جهرير الخصية الخصية بتتكون من حاجة اسمها أنابيب منوية الأنابيب دي هي الوحدة الأساسية اللي بيبقى في قلب الأنبوبة الخلايا اللي بتنتج في الآخر بعد مراحل تكوين الحياة المنوية المكتب التفتيش من جهري بيدينا مستين للزوج الميزة الأولى أن احنا بنقدر نفتح فتحة كافية أن احنا نفتش في الأنابيب منوية ونشوف هل في بقر فيها نشاط في الخصية ولا لأ ده رقم واحد الميزة الثانية هو أن عدد العينات اللي بناخدها من نسيج الخصية بيكون محدد فقط بس في الأماكن اللي تبدو أن فيها نشاط ويمكن ينلاقي فيها حيانات منوية بعد ما بناخد العينات دي بنديها للمعمل ولازم طبعا المكان يبقى مجهز يعني فعشان نعمل عينة في مكان وننقل عينة مكان تاني لازم تكون في مركز أطفال أنابيب مجهز للتفتيش الخصية وبعد كده تجميد الحيانات منوية إذا لقينا حيانات منوية بنجمدها لإجراء الحقن من الجهري بعد كده إذا ما كانتش فيها حيانات منوية فبنعمل حاجة اسمها فحص أنسجة فحص الأنسجة ده اللي بيشوفها الأنبيب المنوية دي فيها خلايا منوية خلايا منوية درجة أولى درجة تانية أو درجة تالتة ولا نفيش خلايا منوية إذا كان في خلايا منوية فبعض المرضى بيستفيدوا من علاج مرة تانية أو تالتة وبعد كده ممكن تزرحة منوية أو نعيد التفتيش مرة تانية نحن في نهاية فقراتنا بنشكر حضوك يا دكتور بنشكر الدكتور محمد شكر عبدو استشاري أمراض الزكورة ودكتورات بوجرحة الزكورة وعضو الكلية الملكية للجراحين بلندن وعضو الجامعية الدولية للصحة الجنسية وفي نهاية فقراتنا بنشكركم وخليكم دايما تبعين فقراتنا